إجا وقت نتعلم صفات وظروف زمان ومكان جديدة اسمي بارت دباو وهاي دورة الألف كلمة الأكثر شيوعاً في اللغة الهولندية دورة لتعلم الكلمات الهولندية الأساسية مع تمارين إضافية على learn-dutch.org 40 درس وفي كل درس 25 كلمة من الكلمات الهولندية الأكثر استخداماً النسخة العربية من الدورة بالتعاون مع راديو حنين أغاني اشتقنا لها ورح نشتقلها في الدرس 25 رح نحكي عن الصفات وظروف الزمان والمكان بعض الكلمات ممكن تستعمل كصفات وظروف وهذا باعتمد إذا كانت بطوصف اسم أو جزء تاني من الجملة 100 لـمlifting أكثر إذا كان لها كانت بظالم قسمت tariffs كورت 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 بيتر بيتر بست بيتر و باست من صفات المقارنة بيتر صيغة المقارنة و باست صيغة التفضيل مع أغلب الصفات بإمكاننا ننصيغ درجات مقارنة بشرح عن هذا الموضوع في الدرس 27 من دورة هاشتاغ دوتش جرامر هذا الفيديو ممكن تحضروه مجاناً بدون ما تكونوا مسجلين بالدورة المدفوعة لأنه موجود كمثال عن الدروس بنصح أنكم تحضروه ما عم بحكي أنه هاي البنت عم بتدور عشب بنستعمل في هاي الحالة كلمة single كمان عم بحكي عن كونها وحيدة بمعنى لحالها زي لعبة التنس لاعب واحد ضد لاعب واحد واللي بختلف عن double double فروخ فروخ لات لات بس لما تكونوا متأخرين منقول تلات تلات فري فري هيل هيل لذيذ جداً معناها هيل لكر هيل لكر أخت أخت لذيذ حقاً معناها أخت لكر أخت لكر فول 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 ليخ ليخ سبيشيال سبيشيال تتذكروا فعل آنبيدن من درس تلات وعشرين معناها أن تعرض عشان هيك معنى عرض مميز سبيشيال آنبيدن سبيشيال جداً معناها سبيشيال جداً ك infused أخت سبيشيال كل إشي ممكن وهذا بنطبق على تعلم اللغة الهولندية حالياً التعلم عبر الإنترنت هو الأسلوب الأكتر فعالية لتعلم لغة فركيرد ياوست لسه الطريق طويل لتعلم اللغة الهولندية بس بالنسبة لليوم خلصنا فور فنداخ زين في كلار استمتعوا بأحلى البرامج والأغاني الأديمة والجديدة على راديو حنين بتمنى يكون عجبكم الدرس إذا عجبكم اعملوا لايك وشاركوه على وسائل التواصل الاجتماعية لا تنسوا تشتركوا في قناة يوتيوب لتشوفوا الفيديو الأسبوعي لتعلم اللغة الهولندية بشوفكم في الدرس الجاي تشتركوا في القناة